اشتركوا في القناة نريد أن أتكلم عن كلمة الأردن هل هي الأردن أصلا كانت أردن بأل التعريف بدون أل التعريف أين المكان أين المنطقة التي تدل عليها ومثا ظهرت هذه الكلمة أولا كلمة أردن هي تعتبر من أقدم التسميات للأوطان والمناطق في تاريخ البشرية لأنها برزت في تقريبا حوالي 12 ألف سنة قبل الميلاد يعني من زمننا الآن 14 ألف سنة وكانت اسمها أردن أردن يعني حسب اللهجات لأنه كان في عندهم اللهجات زي ما عندنا اللهجات للعرب الأردنيين القدماء كان اسمها أردن أردن كانت تعني القلعة المحصنة وتعني القوة وحتى في القاموس أردن تعني القوة يعني الكلمة العربية وهذه طبعا في زمن مملكة بيريا الأردنية مملكة بيريا الأردنية لا نريد أن نتكلم عنها الآن نكرر في حلقات قادمة شاء الله كان عاصمتها الصلط والعاصمة الثانية الشتوية هي أريحة أنشأوا الصلط من أقدم المدن اللي إنشأت وأريحة من أقدم المدن لكن في مدن أقدم منهم كمان فسموها أردن أي قلعة المحصنة لأنها كانت قلعة في منطقة دامية كان هناك يتم العبور بين ضفتي النهر فبنوا هناك قلعة محصنة سموها أردن نقطة أردن بعدين مخاضة أردن بعدين سموا نهر أردن بعدين سموا نهر الأردن بعدين سموا عبر الأردن أي ما وراء نهر الأردن إلى منطقة الشرق اللي ترانس جوردن وبعدين أكرز جوردن بالإنجليزي كانوا يسمونه فسميت عبر الأردن أو ما وراء الأردن أو شرق الأردن بعدين عندما ضمت الضفتين يعني هذا الحكي كله بتحكي على 10 ألف سنة قبل الميلاد سميت الأردن فبقيت التسميات متعددة ومتزامنة وإلى يومنا هذا عبر الأردن شرق الأردن في ناس يقول شرقي لهم حقيقة شرق الأردن تعني إلى الشرق من مجرى نهر الأردن ولذلك اسم الأردن أول ما كان على نقطة القلعة اللي في منطقة دامية ومن ثم صارت على المخاضر الموجودة هناك ثم صارت على النهر ثم صارت على الأرض في شرقي النهر ثم صارت على الأرض في شرقي النهر وغربيه كلمة الأردن في نقطة دامة هذه بعيد شوية عن النهر بنوا أهل مملكة بيريا بنوا قرية اسمها بيت عبراء أو مركز حدود مركز حدودي اسمه بيت عبراء أي مركز العبور ما بين ضفتي النهر يعني كلمة عربية طبعا مركز العبور ما بين ضفتي النهر ثم بعد حوالي ستة كيلومتر إلى الشرق عند منطقة المغتس سموا بيت عينيا بيت عينيا هذه محطة للناس القادمين من الشرق كانوا يستريفهم هناك كانوا يتفحصوا بضائعهم يدفعوا عليها الضرائب يدفعوا عليها المكوس يدفعوا عليها كذا وكانت اسمها عينيا عينيا تعني أمرين حتى في اللغة تعني أمرين الأمر الأول هي العناية التي كان يقوم أهل بيريا بالاعتناء في الناس القادمين ويعتناء بالبضايع ويحموها لأنها كانت ملاذ آمل وعينيا معناتها العناء والتعب لأن هؤلاء يأتوا من مسافات بعيدة القوافل التجارية التي كانت تأتي من اليمن أو تأتي من طبعا من هند إلى اليمن إلى منطقة الحجاز إلى الأردن فكانت بيت عينيا هذه هي مركز العناية ومركز العناء في آن واحد فكانت عينيا وعبرة بيت عبرة وبيت عينيا مركزين لموضوع الأردن نجي على الأردن فالأردن أصبح يطلق على شرقي النهر ثم امتد الإسم ليشمل وادي العربة وطبعا سمي وادي العربة لأن الهكسوس قبل أن يغزو مصر وهو أحد ملوك الأردن في منطقة طبقة فحل كانت عاصمته ذهب يعني مملكة الهكسوس أرسلت جزء منهم وخيموا التقوا مع ملوك الأردن في منطقة عابل اللي هي آبل الزيت ومنطقة غرندل غرندل الطفيلة ومنطقة العين البيضة ثم إلى وادي عربة سموها الوادي العربة اللي هي عربة الملك الهكسوس اللي راح غزا فيها مصر فإذن كلمة الأردن صارت تشمل كل هذه المناطق كلمة الأردن شملت ما يسمى عمون وكانت مملكة ربة عمون وشملت مؤاب وكانت مملكة وشملت أدوم وكانت مملكة وشملت مديان وكانت مملكة وشملت باشان اللي هي في الشمال اللي كانت مسيطرة على منطقة حوران وأذرعات اللي هي الآن درعة وعلى بيت الشأن اللي هي بيت الشأن أو بيت بيسان حالية وعلى منطقة النهر الليطاني ومنطقة الجبل الشيخ هاي اسمها باشان وأمارة بلعام اللي هي كان في مركزها في بلعامة اللي هي كان في النبي بلعام واللي نسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى والقصة مع بولاقس نأتي إليها في التفاصيل القادمة فصارت الأردن تشمل من نهر الأردن إلى تخوم الربع الخالي كلها أصبحت أردن وكانت تشمل منطقة الحجاز إلى جنوب ينبع هذه كلها أصبحت الأردن وصارت تشمل أيضا سيناء وجنوب ما سمي فيه مع بعض بلاد كان عنه أجوع الأردن متأخرة لكن هذه كانت جزء من مملكة الأدومية فإذن الأردن اسم تاريخي عريق وعميق يعني الشدة والغلبة ويعني القوة أيضا الأردن تعني النعاس أو تعني الأمن والطمأنينة ويعني كما قلنا في حلقة سابقة كما قال الشاعر وقد علتني نعسة الأردني ومبرن بها مصني يعني هي كانت منطقة للاستشفاء منطقة فيها الخيرات وفي التوراة يذكر أن الأردن كانت جنات تجري من تحتها الأنهار إلى درجة أنه سيدنا لوط جاء إليها باتفاق مع سيدنا إبراهيم وحط في منطقة ممالك الوادي ممالك الوادي اللي هي ممالك قوم لوط حقيقة هي اسم الوادي المالح أو الذي كان فيه خمس ممالك اللي هي سدوم وعمورة وآدمة وصبؤيل وإلى آخرهم بعدين دامية سميت فيما بعد أدومة 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 السبب لأن الآدوميين لما توسعت مملكتهم وكان عاصمة بصيرة توسعت مملكتهم اهتموا في المعبر في هيئة المعبر هذا المعبر وسموه أدومة فيما بعد تحول من أدومة إلى دامية إذن كل الاسم نبع من منطقة دامية على نهر الأردن ويعني المناطق هذه كلها صارت الأردن التسميات عندما تأتي القرآن الكريم ذكر المناطق الأردنية ذكر بديا ذكر أهل الأيكا اللهم أهل الصلط ذكر قوم لوط المؤتفكات اللي هي الممارك الخمسة التي كانت قوم لوط فكان المنحرفين اثنين وبقي ثلاثة منهم الأدوميين لم ينحرفوا وذكر سيدنا أيوب ذات سيدنا اللقمان هاي كانوا في أرض أردنية وذكر سيدنا صالح والمدائن وذكر الحجر وكل هاي أراضي أردنية وذكر السبع اللي هي منطقة الجوف اللي هي كانت فيها المركة البلغيس هذه كلها كانت أراضي أردنية وكان يدركون أن هذه أراضي أردنية وكانت سنأتي في حلقة قادمة أنه من الذي كان يسكن هذه المناطق اللي كان يسكن مناطق الأردن فالأردن تعني إذن القلعة المحصنة الشدة والغلبة القوة وتعني الأمن والطمأنينة وهدوء النعاس والأمن والطمأنينة حقيقة ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ما يعني ما نستشف نحن لأنه إحنا نعمل على التحليل والتعليل ما يستشف أنه الأردن معناه النعاس ومعناه الأمن والطيئة فيعني ربنا في القرآن الكريم يقول ثم أرسل عليكم من بعد الغم آمنة نعاس أن يغشى طائفة منكم إذن الآمن مرتبط بالنعاس وذكر أيضا ارجعنا بينه وبين قرنتي باركنا فيها ويعني ذلك الأردن أرض مباركة وأرض مقدسة وللحديث بقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة